اشتركوا في القناة طبعا زي ما عودناكم ان احنا بنقدم في محطتنا اخبار جديدة بنقدم في محطتنا ملفات جديدة ملفات يمكن ما تنقشتش قبل كده في اي قناة ولا في اي برنامج النهاردة ملفنا ملف يعتبر صعب شوية ومحتاج ان احنا كلنا نتكاتف لانقاذ هذا الملف مش هنزوق في الكلام ولا هنقول كلام نداري به عن حقائق لا هنقول كلام هو الحقيقة وانتوا اللي هتحكموا بنفسكوا عن الكلام اللي هنقوله النهاردة ملفنا هو ملف الدواء المصري تحت عنوان دواء مصري كلنا عارفين ان في منظمات كتير عالمية وهيئات كتير عالمية مش من مصلحتها ولا يحبوا ولا يفضلوا ان احنا يكون دواءنا دواءنا المصري يكون واخد الجودة او يكون واخد الريادة في الوطن العربي كلنا عارفين ان ملف الدواء من الملفات المهمة الملف الذي نقدر ان احنا نتحمل ان ما يكونش فيه غزاء نقدر نتحمل ان ما يكونش فيه كساء لكن ملف الدواء مفيش بيت في مصر يا جماعة مفهوش الدواء اللازم لحياة كل الانسان وطالما احنا الايام دي بنناقش مواضيع خاصة بازمة الكورونا العالمية فلازم نكون ده وقت ان احنا نناقش فيه مبادر الدواء مصري ونناقش فيه ازاي ندعم بكل قوة الدواء المصري لان ده كان احد توجيهات فخامة الرئيس بدعم كل ما هو مصري الموضوع بمنتهى البساطة ومش هجمل في الالفاظ اللي هقولها الموضوع يا جماعة احنا جوه مفية مفية الدواء العالمية وازاي احنا كمصريين قدرنا ان احنا نقع في الفخ وقدرنا ان احنا نصدق الاجذوبة ان احنا ما عندناش ادوية تنافس الادوية العالمية لما يبقى عندي 11 شركة مصرية 11 شركة مصرية هي صروح من صروح الطب والعلم موجودة جوه مصر الشركات العالمية المالتي ناشنال بتنتج ادويتها موجودة فيها هنا في مصر المصانع اللي ملهاش مصانع فيه الشركات اللي ملهاش مصانع داخل الشرق الاوسط بتنتج داخل هذه الشركات المصرية مش غريب على مصر ان هي تكون لها الريادة في مجال الدواء ومش غريب على مصر ان هي تكون لها مجال الريادة في مجال الصحة يا جماعة احنا بنتكلم عن الطب والصحة من بلد الطب الحداشر شركة قصتهم عجيبة جدا ان احنا لو تم الاهتمام بهذه الحداشر شركة الوطنية التي يملكها كل المصريين كان اول شركة تأسست لما أسسها طلعت حرب يعني طلعت حرب احنا كل اللي نعرفه عنه ان هو أسس بنك مصر لكن احنا ما نعرفش ان هو زي مأسس بنك مصر أسس شركة مصر للأدوية كلنا نمتلك هذه الشركات وكلنا نمتلك هذا الدواء الدواء الذي ينافس عالميا وبقوة وكبرى الشركات العالمية تنتج داخل هذه الشركات المصرية مبادرة دواء مصري كانت بدأت في 2015 وابتدى يبقى لها دور كبير في المجتمع المصري وكان لها صدى اعلامي واسع جدا 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 وقدرنا ان احنا نوصل بافكارنا ونوصل بتوعياتنا ونوصل بمفاهمنا الحقيقية عن الدواء المصري لفئات كتير وطبقات كتير من المجتمع المصري قابلنا ناس كتير جدا دعمونا وقابلنا ناس جدا سندونا وقابلنا ناس كانوا صبرتف جدا لنا وكانوا دعمين جدا لنا وعلى النقيد قابلنا ناس احبطونا جدا مش معنى حضرتك ان حضرتك مسئول كبير في شركة او حضرتك وزير او حضرتك نائب او 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 ونحب ان احنا نسلط الضوء على موضوع يهم كل المصريين وتقول لا والله انا ما بطلعش غير في قنوات كبيرة القنوات الكبيرة اللي حضرتك تحب تظهر فيها دي مش هتسلط على الإيجابيات اللي عند حضرتك طيب احنا دلوقتي عايزين نسمع رأي فناني زمن الفن الجميل في مبادر الدواء مصري وفي الدواء المصري لكن بعد الأزان ان شاء الله دي ما شكنا واسمعنا قراء فناني الزمن الفن الجميل في الدواء المصري وفي مبادر الدواء مصري وفعلا ان شعار هذه المبادرة دواء مصري من أجل صحة المصريين طبعا ما اقدرش انسى ان انا اشكر فناني الزمن الفن الجميل وما اقدرش انسى ان انا اشكر المخرج اسلام الغنام مسؤول فعاليات مبادر الدواء مصري والعيد ميلاده النهاردة كل سنة وانت طيب يا إسلام وإن شاء الله تكون معانا في وقت قريب خلينا نقول سمعنا رأي فنان الزمن الفن الجميل وسمعنا رأيهم في المبادرة وسمعنا رأيهم في دعمهم للمنتج المصري يا طرى أنت واحد من اللي هيدفع عن المنتج المصري يا طرى أنت عندك الحافز وانت بتسمعني دلوقتي أن أنت تكون واحد من اللي يدفع عن اقتصاد بلدك أن كل علبة هتدخل فيه اقتصاد هذا البلد هتكون من حق هذا البلد يا طرى أنت عندك النيف ده طيب أنا مش بتكلم معاكوا دلوقتي على أني واحد صيدالي أو على أني متخصص في سوق الدواء المصري أو على أني أعرف أي شيء أنا بتكلم على أني مكان المواطن البسيط مكان المواطن اللي مش قادر يشتري الدواء لغلوه تمنه وعندنا الدواء المصري بكفاقته العالية لو حد عنده يا جماعة ملف يقدر يقول أننا الدواء المصري مش بكفاقة عالية او ان دول مصر ما يقدرش ان هو ينافس المنتجات العالمية يجي لنا هنا ويواجهنا ويقول لنا لأ انت الكلام اللي انتو بتقولهه غلط لو حد يا جماعة شاف المصانع المصرية لو حد شاف المعامل المصرية لو حد شاف الخبرات المصرية الشركات المصرية زي شركة مصر وشركة منفيس وشركة سيد وشركات كتير جدا 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 وكل 11 شركة فيها صروح من صروح الادوية لما يبقى في السبعينات كانوا بيمثلوا 90% من سوق الدواء المصري يعني معنى ان كل بيت مننا دخلوا الدواء المصري ودلوقتي احنا بنشكل 4.18 من حجم السوق يبقى لازم اقول دواء مصري يبقى لازم اقول دواء مصري دلوقتي احنا هنطلع فاصل مع رأي استاذنا الدكتور الدكتور محمد عود تاج الدين وزير الصحة الاسبق ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة في مدخلة هاتفية عن المبادرة وعن الدواء المصري ونشوف رأي قامة كبيرة من قناة الصحة في مصر كان رأيها ايه في الدواء المصري بمنتهى الشفافية ورجعنا لكم بعد ما سمعنا رأي فناني مصر ورأي علماء مصر يا طرى لسه عندنا شك طيب ولو لسه عندك شك هأكد لك بمعلومة جديدة وهأكد لك بمحطة جديدة ان شاء الله هنتكلم النهاردة في محطة دواء مصري عن معلومة جديدة وحاجة جديدة اسمها اليقظة الدوائية يعني ايه اليقظة الدوائية؟ ده اللي هنعرفه مع الدكتورة شيماء الدكتورة شيماء النادي حسن مدير إدارة اليقظة الدوائية في شركة مصر لأدوية هلقاكم بعد الفاصل محدش يروح بعيد